وصل المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المحرنية الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي لاميرا سبيكا بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعماله بعقد جلسة عمل ناقشات الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة وتضمنت الجلسة التي أدارها سعادة المستشار عبدالله بن حسن البعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني أربعة أوراق عمل هي تفعيل القوانين ودور السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ودور القطاع الخاص خرج اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية بجملة من التوصيات من بينها ضرورة الإسراع بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية للقوانين الخاصة بالمرأة والأسرة وتفعيل دور مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار إضافة إلى تعزيز حضور المرأة في القطاع الخاص الخدمات القانونية التي تقدم للمرأة وهي تصب في مصاب التوعية القانونية للمرأة بحقوقها وبالخدمات التي تتلقاها من الدولة ومن القطاع الخاص في موضوع ما هو حق لها وما هو خدمة تقدم للمرأة في المجال القانوني والعدلي القرارات التنفيذية وأثرها في تفعيل الخدمات المقدمة للمرأة كانت أولى أوراق العمل المقدمة في ثاني أيام المؤتمر وقد تطرقت إلى تأثير عدم إصدار القرارات التنفيذية أو تأخر إصدارها على نفاذ القانون وبالتالي التأثير على الخدمات التي توفرها هذه القوانين لشرائح الموجهة لهم ومنهم المرأة ورقة التي قدمتها اليوم تتعلق بأثر القرارات التنفيذية على الخدمات المقدمة للمرأة الورقة تضمنت تحديد مفهوم القرارات التنفيذية والأدات القانونية التي تصدر بها هذه القرارات في مملكة البحرين هي تصدر بمرسوم من قبل جلالة الملك ورئيس الوزراء أو تصدر بأدات أدنى من المرسوم يحددها القانون لمرأة التنفيذة وتكلمت عن خصائص هذه القرارات وأهميتها بأنها تساعد في تنفيذ القوانين وتكمل النقص الذي يكون موجود في القانون الورقة الثانية حملت عنوان أثر تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية وقد طرحت موضوع الرقابة البرلمانية على الخدمات القانونية المقدمة للمرأة كمسئولية وواجب يقع ضمن مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس النواب وفق المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين فيما جاءت الورقة الثالثة لتركز على مفهوم الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة من قبل مؤسسة المجتمع المدني في البحرين وذلك من خلال تسليط الضوء على مجلات عمل الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية والفئة المستفيدة والتمويل ليتم تطرق بعد ذلك إلى دور القطاع الخاص في مملكة البحرين في مسندة ورفع جودة الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة للمرأة دور القطاع الخاص دور جدا مهم طبعا الخدمات القانونية التي يقدمها للقطاع الخاص للمرأة هي واضحة وصريعة وهي التزامات قانونية في مسألة العمل وكذا ولكن البوينت المهم في الورقة هي الخدمات الاجتماعية المفترض أن القطاع الخاص يقدمها بشكل عام وبشكل خصوصي إراعي فيها احتياجات المرأة لما يقدم البرامج المتعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية يذكر أن ختام المؤتمر سيكون عبر جلسة نقاشية تستعرض مخرجات الملتقى الحقوقي الخامس الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البحرين إضافة إلى توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين